السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم وعملين ايه? ان شاء الله النهاردة اللي هو شابتر سكس في منهج الاس اي. شابتر سكس في المنهج بتاعنا في الكلية والحد بس سلايد اتنين وعشرين فهتلاقيه هنا لما اتلخص يعني الموضوع بقى بسيط جدا وسهل. بنتكلم في الشابتر ده على سيستم ديزاين يعني ايه سيستم اصلا ديزاين. اللي هي الفيز اللي بعد الاناليسيز على طول. فاحنا طول الفترة اللي فاتت كنا منك معلومة الاناليسيز والريقوائرمنت والجاز الريقوائرمنت والكلام ده. دلوقتي روحنا للديزاين. فهنعرف كمان كلام جميل زي الحاجات اللي احنا نشوفها دي. عندنا هنعرف يعني ايه في الاول سيستم ديزاين سواني عشان بتاعنا لوحد ما تكون مش بيزايا بجلد. خلاص بنا اتعلنت. هنعرف يعني استم ايه式 ووهنعرف الاناليسيز موديل ضد الاناليسيز ضد ديزاين موديل. يعني احنا عرفنا نوعين موديل دلوقتي او يعني لحد دلوقتي احنا عرفنا نوع واحد موديل اللي هو الاناليسيز. هنعرف ان شاء الله النهارده التزاين موديل ونعرف نفرق ما بينهم لان يعني ايه. يمكن دي اهم حاجة فيما في المحاضرة كلها لان الاثنين موديلز وممكن تطلق بطوة. فيه دياجرامات هنا ودياجرامات هنا وحاجات كده هنا. اخيرا هنعرف الديزاين اكتيفتيز. بالذوق اللي بيحصل في الديزاين اكتيفتيز. واخر حاجة خالص هنختم بنبذة بسيطة عن سيستم كنترولز والسيكيريتي. اوكي. طيب. اول حاجة الديزاين. يعني ده موضوع بسيط ده قبل ما نخش في الموديلينج. يعني الموضوع بسيط جدا ان بس مبدئين هما الاتنين رئيسيين في الاتنين بيكونوا قبل فهم بيساعدونا كويس جدا ان احنا نفهم السيستم كويس قوي قبل ما نبدأ فيه. وكمان حتى لو احنا بدأنا نقدر ان احنا ندوكمنت حاجات احنا عملناها. وناخد وكذا 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 عشان نقدر نعمل ونقدر نعمل ونقدر نعمل بيحسن الفلكسابيليتي وكل الكلام اللي احنا عميين نقول عليه من اول البلياليست. يعني الحاجة الوحيدة اللي اقدر اقولها على الفرما بين الاناليز والدزاين ان الاناليز اس قبلة ادي lodgeين. بس كذا. في الاناليز اس بنقدر يعني قبل الاناليز اس بني اقدر ان احنا الاول نعمل planing وتجيب الـ requirements. بعد كده مرحلة الاناليز اس بنبدأ ان احنا نحلل ال requirements دي دي ونعمل visibility study ونقدر ان احنا نجو ان ديتيلز اكتر في الريكوارمنس اللي معانا ونعمل والدومين مودلينج والكلام ده كله وبعد كده بنروح لمرحلة الديزاين اللي احنا هنعرفها دلوقتي وبعد الديزاين بنخش على وبعد الامبليمنتيشن وبعد الامبليمنتيشن في تيستنج والمينتين ويبقى كده الف موضوع خلاص طيب مقارنة بقى ما بين الاناليزز مودل والاناليزز ديزاين سوري الاناليزز مودل والديزاين مودل فالجدول ده بيوضح بشكل بسيط جدا الفرمابل اول حاجة الاناليزز مودل بيفوكس على ايه بيفوكس على الوط والواي انا هعمل ايه وهعمله ليه فمثلا انا هعمل سيستم للكلية ده اللي انا هعمله هعمله ليه عشان اساعد الكلية فحاجات في واحد اتنين ثلاثة لو تفتكروا انووضوع ده كان بيحصل فين او كان بيبان قوي فين في البزنس كيس ففي مرحلة الاناليزز في الاول خالص او في مرحلة سوري كمان قبل يعني في اول الاناليزز كده بنقدر ان احنا نعمل بيزنس كيس بنوضح فيه في شكل واضح جدا جدا الوط والواي احنا هنعمل ايه وهنعمله ليه طيب طب ايه بقى الديزاين مودل بيتكلم في ايه بيتكلم في الهاو انا هعمل ده ازاي طيب في الاناليزز يعني حاجة من فوق قوي مش مش داخل في الديتيلز برضو في البزنس كيس لو تفتكروا احنا كنا بنتكلم على حاجات عامة يعني كنا بنقول البنيفيتس اللي هتطلع لنا من السيستم ده كنا بنتكلم على الريسكس اللي موجودة الفونكشنز اللي هتكون موجودة حاجات كده ما جبتش سيرة اي امبليمينتيشن ما قلتش الحاجة دي هتتعمل ازاي هي هاي ليفل برضو لها معنى تاني الهاي واللو الهاي هي حاجة اي يوزر طبيعي او اي بني ادم يقدر يقرأ ويفهم اللي انت كده كويس اما اللو ليفل ده بيكون مخصص اكتر للشباب اللي درسها اللي سيينها يعني مفروض اللي درسين سوفتور انجينيرينج وبروجرامينج والكلام ده فاللو ليفل زي ما هنشوف كمان شوية بقى بيتمثل في ازاي هتكتب الكود ازاي هتسولف البروبلم ازاي هت써 طيب يبقى تاني الاناليسز هو هايليفل الاناليسز موديل هو هايليفل والديزاين موديل هو هو الولو ليفل يعني متعمق اكتر في التفاصيل اللي فيها franchise بتاع البروبلم نيجي بقى للحاجة اللي بعدها الهدف فالهدف من الاناليسز موديل هو ان احنا نفهم اصلا البروبلم دي ايه. اما في الديزاين احنا بقى بنشوف احنا هنحل البروبلم دي ازاي? بتفاصيل. طيب فيه هنا دايجرامز وهنا دايجرامز. ففي الاناليسز عندنا دايجرامز اللي هتلاقيه بتطبق فكرة ان اي يوزر يقدر يقراها وان هي في نفس الوقت مجرده من التفاصيل ما فيهاش ديتيلز ازاي هتها. ديتيلز يعني البروجرامر يقدر يبص عليها عشان يقدر يعمل مش هتساعده قوي. زي ايه? زي داتا في دايجرام. الار دي دايجرام. فيه على فكرة غلط شائع في الار دي ان هما بيفتكروا ان الشخص يعني الشخص اللي بيكود cũngıyومش بيكود بقى يعني الشخص اللي بيدزاين اللي هو بيحطarm الار blue کلي في بابنى الارو اللي بيبني الارو اللي فعليا بيبني الارو اللي في باب سيكوال او ايا حاجة تانية. دي مش في مرحلة الارو التواصلة الارو radius اصل لها لسه في الدزاين. يعني هو الارو بتحويل الارو للارو فعليا موجودة بال acquiredر links كلها كل ده في الدزاين. الاروية دايجرايشن ده موضوع تاني. فحتى الارو الانتتززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ممكن يكون في الـ design وممكن يكون في الـ analysis وده هنشوف قم شوي لو low level او sorry لو high level لو ما فوش تفاصيل قوي هتلاقي في هنا في الـ analysis يعني يا high level يعني بس حاطت اسم الـ class وبقول ان الـ class ده بي inherit من ده بس كده فده ما فيهش تفاصيل يعني لكن في الـ design بقول بقى ان ده بي inherit من ده وبقول الـ functions الموجودة هنا وكل functions مفروض انها بتاخد inputs عامل ازاي وبتطلع outputs عامل ازاي والكلام ده كله ده بيكون في الـ design فارب الموضوع يكون واضح وهيوضح اكتر في الـ slide اللي جايدي فانا مثال بسيط جدا بيقول يعني تخيل المثال اللي انا عمل اقوله بالي كتير اقول برضو البتاع تخيل ان انت بتبني بيت كويس ففي الـ analysis model انت بتشوف الـ overall layout للبيت بتاعك الـ rooms اللي فيه الـ doors اللي فيه الشبابيك الـ analysis model هنا بيساعدك to understand what and why of the house البيت ده ايه هو مكان ومش عارف ايه وكده وليه عملته وقال له جواه من doors ورومز وحاجات مني اما الـ design بقى الـ design model هنا بالنسبة للبيت هو بيوريك details او مش بيوريك بقى هو بيعرفك ازاي هتبني البيت including the materials اللي هتبني بيها البيت المواد والغلطوب والكلام ده المعالنة من بتاعيه التكنيكس هتبني البيت بقى انهي طريقة to understand how of the house ازاي بقى البيت ده ازاي هتبنيه فرب الماضي بقى على الـ design model فيعني قبل قبل ما نروح للـ diagram خلينا نشوف الاول هنا بيقولك ان الـ design model زي الـ blue prints فانت انت بت ايه يعني نسخة فيها تفاصيل اكتر او نسخة زي الـ system مفوضة هيكون موجود وانت بقى بتتعمق اكتر في ان انت ازاي هتبني الـ system ده كويس فده ده 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 اول نقطة يعني بيقولك انت بتوضح الـ communications اللي ما اللي between زي ما هنشوف كمان شوية communications اللي ممكن تكون ما بين component تانية او system بتاعك والsystem تاني وده طبعا بيساعدك علشان تاخد decision افضل يعني طيب بيقولك ان حتى الـ agile الـ agile projects برضو بيكون داخل جواها design model وهو بيكون اقل شوية من الـ blend driven لكن بيكون موجود طب ليه اقل من الـ blend driven الـ blend driven بما انه بنعمل كل حاجة مرة واحدة فبنحتاج ان احنا في الـ design model وفي الـ analysis كمان model نتعمق قوي يعني نعمل كل حاجة ممكن تتعمل كل الـ diagramات الممكن تتعمل ليه لان انا مش عارف قدام ايه اللي هيقابلني قدام لان انا بعمل دلوقتي الـ design والـ analysis والـ planning وكل حاجة بتخلص مبارج على هاش تاني فلازم اعمل حساب ازاي اكلناك كده مسافر من البيت ومش عارف اتراجع له تاني امتة فبتاخد كل حاجة احتياطي هي نفس الفكرة اما في الـ agile موضوع في الـ flexible الاكتر فانت ممكن في sprint معين تكون عارف ان انت محتاج الـ use case diagram بس مش محتاج تعمل الباقي وفي sprint تاني ممكن ما تعملش ايه diagramات كويس فعشان كنا بيقوله في الـ agile استخدامك الـ design model والـ analysis model برضو بيكون اقل من الطبيعي من الباقي يعني من الباقي المثلس لكن موجود بيقولك برضو ان انت تسكيب الـ design model او يعني design عموما بقى خلينا نقول design مجازا يعني ان انت تسكيب الـ phase دي اكيد هيأصل عليك بشكل كبير جدا 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 تخيل انت بتبني حطة من غير ما تكون مخطط انت هتبنيها ازاي يعني حتى انت لو شفت حطة قبل كده بتتبني مش عارف الراجب بيجيب مش عارف ايه كده وحطه عامل زي خط كده وبيبني عليه ومش عارف يعني هما ليهم techniques كده في البناء وبتاعه الخط ده يعتبر design انت لو بتبني كده وخلاص هتلاقي الدنيا بايز كذلك لو نخش بقى في software يعني انت الـ design ده يتمثل مثلا اكتر حاجة ممكن تكون مثال على الـ design user interface الشباب اللي بتعمل مازن بالمناسبة معنا هنا ما شاء الله عليه يعني ان انت تعمل UI على فيجمة والكلام ده فتخيل ان انت داخل على طول كده بتعمل implementation من غير ما تعمل UI هيبقى بالزبط زي ابن الهيسم كده اللي احنا شايفين كله داخل في بعض ومفيش حاجة واضحة والدنيا زي الزفت فالـ design من غير design system هيشتغل مش هيقول لا ولكن هيبقى زي الزفت هيبقى وحش جدا وده هيباني ليه لانت مش مخطط من الاول ازاي هتبني الابدة او مش مخطط من الاول ازاي شكله هيكون عامل ازاي الـ user زي شكلهم عامل ازاي الكلام ده كله ده طبعا modeling بشكل عام وبالاخص كمان في الـ design model بالذات لانه بيوريك انت هتبني system بتاعك ازاي طب خلينا نشوف العشمال دول دياجرامات تصنف ان هي في الـ analysis model او في الـ requirements models الـ 2 واحد يعني والعليمين في الـ design model فهتلاقي حاجة زي الـ دومين والـ class diagram بالشكل ده اللي انا قلت لكم ان ممكن الـ class diagram يكون في الـ requirements او الـ analysis وفي نفس الوقت في الـ design التفاصيل حتى بيقولك design class diagram هنا بص هتلاقي functions موجودة الـ attributes موجودة واسم طبعا الـ class يبقى في الحالة دي راح في الـ design use case يعتبر analysis activity diagram يعتبر analysis system sequence diagram برضو مفروض على حسب يعني على حسب لو هي يعني تفتكروا كان في software كان عندنا نوعين من system من sequence diagram كان في واحد بيكون هو مكون بس من الـ user والـ system ككل شبيه شوية بالـ context اللي في الـ dfd وفي واحد تاني بقى فيه التفاصيل كلها فالأولاني اللي هو بس فيه الـ actors بتوعك مع الـ system ده كده يعتبر ايه يعتبر design يعتبر analysis model وكذلك الـ dfd context level بتاعه يعتبر في الـ analysis أما level 1 و 2 و 3 ده يعتبر من الـ design الـ 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 طبعا كلام ده ما بتحفظش يعني انت المفروض انت بس لما بيجي قدامك الـ diagram بتشوف على طول الـ diagram ده بيعمل ايه ومين اللي بيستخدمه وهو في any level إذا لقيت ان هو بيتكلم عن تفاصيل وبيتكلم عن how to implement يبدأ كده ايه design لقيت ان هو بيتكلم عن حاجات عامة ويوزر بيتعامل مع السيستم بتاعك any users بيتعاملوا مع السيستم بتاعك وكلام عام وflow عام كده ومش عارف ايه بدا في الحالة دي هيكون requirement أو analysis هتلاقي بقى في الـ design component diagram دي حاجات واضحة بقى خلاص ده كده يعني احنا بس اللي نفهمه او حاجة اسمها development diagram الـ package diagram الحاجات دي كلها الحاجة اللي هنتكلم فيها بعد كده هي design activities فبنتكلم ان احنا عندنا خلاص بقى احنا عرفنا design فانعرف activities بتاعته يعني زي steps كده بس مش شرط حاجة تحصل قبل حاجة بس الـ activities عمومة يعني الحاجات اللي موجودة جوهة design فعندنا الـ environment عندنا الـ components عندنا الـ UI الـ user interface عندنا الـ database والـ software classes and functions ونتكلم عن كل واحدة بالتفاصيل في الـ slicer الجديد اول حاجة عندنا describe the environment انت تـ describe الـ environment اللي انت فيه بطريقتين بس بتقدر تعمل الموضوع ده طبعا وزن الايه وزن الايه الـ design الـ model طيب عندنا اول طريقة لها communications with external system ان انت توصف او تقول ازاي الـ system بتاعك هيتواصل مع systems تانية موجودة برا الطريقة الـ how انت ازاي هتتواصل معها فهيقول لك how the system interacts with other systems outside itself مثال على كده الـ API ده اكبر مثال يعني وحاجات تانية زي الـ file transfer protocols اللي هي الـ FTP والحاجات دي في المرحلة دي بقى مفروض ان انت بتبدأ توضح ان انا هتعامل مع الـ API ده والـ API ده الـ function دي هي اللي هتناديه او الـ component ده هو اللي هتناديه علشان يجيت information معينة او يجيت او يبعداتها معينة وياخد information والـ API ده تفاصيله ايه والـ documentation بتاعه ايه وهكذا كل ده موجود فيه الـ design وبالضبط موجود فيه environment او describe environment طيب تانية حاجة message formats انت هنا بتوصف شكل message اللي رايحة between systems بتاعها فانت الاول قلنا communication ازاي هيعمله communication بعد كده شكل message الشكل الفايل يعني اللي رايح JSON XML CSV خلا بالك حتى في الـ API نفسه انت بتحدد شكل الـ data اللي هتبعتها في الـ body بتحدد الكلام ده في الـ header فبتقول مثلا ياما JSON ياما في حاجات تانية ياما مثلا form حاجات form content فده يعتبر ايه؟ يعتبر message formats طيب تاني component كان معنا او تاني activity story معنا هو design app component وده مهم جدا جدا مش جاية اقول لكم بالضبط يعني ايه component لان اغلبنا عارفه واتكلمنا عنه اكتر من المرة حتى في software engineering بس بشكل مختصر جدا جدا الـ component هو اجزاء مصغرة من من السيستم بتاعه ممكن يكون ممكن يكون جزء صغير جدا او يعني component كبير شوية كل component المفروض بيكون مقفولة على نفسه يعني جوا الـ functions بتاعته جوا الـ API اللي مفروض هينديها مش جوا الـ API يعني جوا الـ API مش جوا الـ API نفسه اكيد الا لو انا في الباك انت مفروض في benefits بيعملها في ايجواسكوب معمول بمفروض بلغات معينة اه لو انا مثلا باتكلم في الفرانت اند فهو شايل الليلة بتاعته كلها الجي سوري الجي اس والحتي ميل والسي اس اس بتاعت الـ component ده بس وبعد كده بنبدأ نجمع كل الـ components مع بعض عشان نعمل قابل فالـ component ده ممكن يكون وممكن يكون يعني فاهمين الفرق ممكن يكون feature كبيرة هي دي كده component والـ feature الكبيرة دي جواه component تانية ممكن توصل لمجرد زرار بس بدو سعيد طيب اه الـ components دي لها اه يعني زي صفات كده زي الـ scope والـ size وده هناخد بالمثال كان شوية هيوضح جدا الـ scope والـ size ممكن نقول عليه مجازا الـ functions يعني والـ والحدود بتاعت الـ component والـ interface بتاعه الـ programming language طبعا بينه والـ build or buy يعني بيبع عندك decision او بيبع عندك option الاول انت هتـ build حاجة معينة ولا هتشتريه اه مثلا هتـ build الـ UI ولا هتشتري UI جاهز حاجات من دي ده مفروض بيوضح فين؟ بيوضح في الـ component يعني كده تدي تفاصيل الـ component مش وصف أو يعني مش ده معنى الـ component ده تفاصيله طيب مثال على كده الـ instagram post component مثلا يعني كلنا عارفين فبتحكت الـ name مثلا هو الـ post الـ functions اللي جواه دي اللي هي ضمن الايه اللي كانت ورا دي ضمن الـ scope و size الـ functions جواه فتلاح مثلا الـ functions الموجودة display a single instagram post to show post content انت مش عارف ايه دي الـ functions الحدود بتاعتي الـ data مثلا receives post data from back-end API الـ interfaces اللي عندي مثلا الـ user interface events مثلا الـ user يعمل like او comment او share وهكذا طبعا برضو ممكن ان انا اسند لي notification وحاجاتين الـ PL اللي مكتوب بيها javascript تحديدا react وده حيي يعني المفروض ان instagram فعلا مكتوبة بـ react طب فاكرة بقى الـ build or buy اللي انا كنت بتكلم عليها بيبقى عندك option build from scratch مثلا ولا using existing library like react instagram feed يعني مثلا موضوع الـ post ده هل انت هتبني من الاول كله ولا هتستخدم كذا component جاهزة وتكمل انت من عندك عشان تقدر تعمل الـ بتاخد بتكتب options وبتكتب decision مثلا build from scratch وتقول السبب to customize features مش عارف ايه بس ده كده الـ component وطبعا الموضوع الـ component ده حاجة جميلة جدا بيخلي الـ system بتاعك flexible جدا وتقدر ان انت تـ edit في الـ system أو تـ update فيه بشكل بسيط قد اخر حاجة معانا system control and security system control and security بيتاسمه الاثنين types رئيسيين integrity controls and security اول واحدة الـ integrity بتبدأ ان انت تتأكد ان الـ data اللي عندك مش بتـ يعني معنى الحرفي مش بتتآكل او مش بتروح او مش بتختفي او مش قابلة ان هي تضيع مثلا يعني محطوطة في مكان متحافظ عليها جويس ده 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 المعنى ده وكمان الـ control هنا احنا بنتكلم على ان انت انا اتكلمت على control قبل كده بشكل عام ان انت تبقى عامل control على system بتاعك ان مش اي يوزر يقدر يخش يـ edit ويدليت والكلام ده وفي نفس الوقت حتى لو اليوزر ليه الـ access ان هو يدليت ما خلوش يدليت مجرد ما يقرر ان هو عايز يدليت يعني انا دلوقتي انا انا مثلا عشان اقفل الميتنج ده وجيت ادوس على leave هيسألني انت متأكد ان انت تـ leave لان ده خط ده action محتاج ان انا فعلا يعني لو خدته وانا مش واخدت القرار وانا مش واخد بالي هأثر مثلا ان انا قفلت الميتنج مرة واحدة في نص ما انا بسجل فمفوض ان هو بيسألني الاول ولو ما سألنيش يبدأ غلط يبدأ law of control يعني الموضوع مفوش control قوي security control فكرة ان انا ببروتكت كل الـ data المهمة اللي عندي من اي unauthorized access او harb من اي اذا او من اي دخول المصرح بي الimportant من الكلام ده ان انا ببروتكت الـ data والـ system والـ money طب examples بقى على الـ system control والـ security الـ data encryption ان انا اشفر الـ data الـ access control ده اللي انا قلت لسه حالا بتكلم عنه ده طبعا يعني الـ access control فكرة ان انت تعمل authorization وفكرة كمان ان انت تأكد او لا اتاني اسمها flow control كويس يبقى الـ access control موضوع الـ authorization والكلام ده والـ flow control ده اللي انا بترسيب بكلمكو علي من شوية فكرة ان الـ user لما يجي مسلا ان يدليت حاجة او يعمل حاجة مهمة في الـ system ميعملهاش على طول كده غير ما اتأكد انه هو فعلا انا عايز يعملها الـ fireware وبرضو حاجة تانية مهمة الـ user training لان ممكن يكون بيحصل لك loss of data الـ data بتروح بسبب استخدام سيء من الـ user هو الـ user مش فهمه وبيعمل ايه فلازم ممكن في ساعات بيكون الحل ان انت تترين الـ user تقعدوا كده وتقولوا ما تعملش كده هو يعمل كده بشكل بسيطين وبس كده خلصت لو في ايه حاجة مش واضحة من الشباب اللي لسه موجودة تقول والناس اللي على اليوتيوب لو في حاجة مش واضحة ممكن تكتب على الـ comments شكرا جدا.